عزمات معقدة وعميقة تعيشها الأحزاب السياسية الموالية للسلطة في الجزائر وذلك بظهور بوادر الزج بقياداتها في ملفات الفساد المفتوحة من طرف السلطات الأمنية والقضائية الأمر الذي جرها إلى حالة فراغ غير مسبوقة ترهن مستقبلها السياسي وتسحب منها صفة الأغلبية في أي استحقاق انتخابي ينظم لاحقا أولى الخطوات نحو أزمات أحزاب السلطة كانت باستدعاء عدد من الوجوه البارزة للتحقيق وهي الخطوة التي ستفاقم الغضب الشعبية على تلك القوى وتهدد استمرارها في المشهد ثم كانت خطوة أخرى تمثلت بمباشرة اللجنة القانونية في مجلس الأمة بإجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن نائب رئيس الهيئة والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس إلى جانب القيادي والوزير السابق سعيد بركات تحسبا لفتح تحقيقات قضائية معهما تتعلق بالفسد وجاءت هاتان الخطوتان بعد استلام رئيس الوزراء السابق وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد ويحيا استدعاء رسميا من المحكمة للاستماع إليه في قضايا مماثلة بعد ورود اسمه في إفادات أدلى بها الإخوة كونيناف أثناء التحقيق معهم وقبل إحالتهم إلى السجن المؤقت بالحراش مؤخرا أحزاب السلطة دخلت في لائحة المؤسسات والرموز المغضوب عليها من طرف الحراك الشعبي إذ منفك المتظاهرون يرفعون شعارات رحيل حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لارتباطهما بالنظام السياسي المؤيد لبوتفليقة واستفادتهما من ممارسات الفساد السياسي والمالي ويرى متابعون للشان السياسي في الجزائر أنه مهما كانت المخرجات التي ستنتهي إليها حالة الحراك الشعبي فإن مصير الأحزاب المذكورة سيكون معقدا خلال المرحلة القادمة ومهما كانت درجة التغيير فإن ركائز النظام السابق ستجد نفسها محيدة سياسيا وشعبيا وهو ما يفقدها مواقعها ونفوذها في المستقبل ورغم مساعي بعض القيادات في الحزبين لتدارك الأوضاع عبر التودد لقوى الحراك الشعبي إلا أن الصراعات المشتدة بين مختلف الأجنحة قادها إلى حالة فراغ غير مسبوق حيث يقبع الآن حزب السلطة الأول من دون أمين نعم ترجمة نانسي قنقر